سورة البروج والسماء ذات البروج أقسم الله تعالى بالسماء ذات المنازل التي تمر بها الشمس والقمر واليوم الموعود وبيوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه وشاهد ومشهود وشاهد يشهد ومشهود يشهد عليه ويقسم الله سبحانه بما يشاء من مخلوقاته أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله فإن القسم بغير الله شرك قتل أصحاب الأخدود لعن الذين شقوا في الأرض شقا عظيما لتعذيب المؤمنين النار ذات الوقود وأوقدوا النار الشديدة ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم قعود على الأخدود ملازمون له وهم على ما يفعلون بالمؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من تنكيل وتعذيب حضور وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما أخذوهم بمثل هذا العقاب الشديد إلا أن كانوا مؤمنين بالله العزيز الذي لا يغالب الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض وهو سبحانه على كل شيء شهيد لا يخفى عليه شيء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم في الآخرة عذاب جهنم ولهم العذاب الشديد المحرق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ذلك الفوز العظيم إن بطش ربك لشديد إن انتقام ربك من أعدائه وعذابه لهم لعظيم شديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ الخلق ثم يعيده وهو الغفور الودود وهو الغفور لمن تاب كثير المودة والمحبة لأوليائه ذو العرش المجيد صاحب العرش المجيد الذي بلغ المنتهى في الفضل والكرم فعال لما يريد فعال لما يريد لا يمتنع عليه شيء يريده هل أتاك حديث الجنود هل بلغك أيها الرسول خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائها فرعون وثمود فرعون وثمود وما حل بهم من العذاب والنكال لم يعتبر القوم بذلك بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب متواصل كدأ بمن قبلهم والله من ورائهم محيط والله قد أحاط بهم علما وقدرة لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء بل هو قرآن مجيد وليس القرآن كما زعم المكذبون والمشركون أنه شعر وسحر فكذبوا به بل هو قرآن عظيم كريم في لوح محفوظ في لوح محفوظ لا يناله تبديل ولا تحريف